ترجمة نانسي قنقر أولا في البداية اسمحي لي أن أقول كل عام وأنتم بخير أخواني المعلمين وأيضا كل من يعيش على هذه الأرض طيبة فالمعلم كان ولا يزال ويستمر بعون الله تعالى هو عصب التعليم والتعليم أيضا عصب التنمية في الواقع أن أكبر إشارة وأكبر تكريم للمعلمين ما جاء خلال الجلسة خاصة بمجلس الوزراء التي رأسها سيدي حضر الصاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة آهل البلاد المعظم حفظه الله ورعاه وبحضور سيدي صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس الوزراء حفظه الله في الواقع أن هذا لما تأتي الإشادة بدور المعلم على هذا المستوى هي رسالة تؤكد وتوضح مقدار اهتمام جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه وبالمعلم في مملكة بحرين وهذه نقطة يعني يجب الإشارة إليها بأن كان لها تأثير كبير جدا عند أخواني بالميدان التربوي وربما طلعتي وطلع العديد من الأخوة على ردود الفعل سواء من خلال المواقع التواصل الاجتماعي من حديث الناس بأن جلالة الملك حفظه الله ورعاه يوجه هذه الرسالة رفعت المعنويات وفي نفس الوقت هو تقدير أكبر تقدير على هذا الصعيد في الواقع المسيرة التعلمية يعني كان للمعلم دور بارس فيها وكان هناك ترابط يعني بين المشاريع التي شاهدها العهد الزاهر لسيدي حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم في هذا الاتجاه التعليم الكل يتذكر بكل معاني الفخر والاعتزاز مشروع جلالة الملك حمد لمدارس المستقبل والتمكين الرقمي والذين المشروعين المهمين أتوا بتوجيه مباشر من جلالة حفظه الله ماذا حدث؟ نقلت التعليم إلى مرحب كبير وكانت هذه المشاريع صمام الأمان لتستمر مملكة البحرين في تحقيق في التعامل أيضا مع كل مستجدات التعليم خصوصا في الجائحة عدد الزيارات واستخدام بوابة التعليم في هذه الفترة فترة الجائحة بلغ الذين استخدموا هذه البوابة واستفادوا منها أكثر من 134 مليون في ذي الوقت أيضا كان هناك اهتمام كبير من سيدي صاحب السمو ولي العهد من خلال أيضا توفير كل المستلزمات لمسيرة التعليم إذن فالتعليم يحظى باهتمام كبير من جلالة الملك ولاحظي إختي دائما في الأوقات المهمة تجدين جلالة الملك حفظه الله وعاه يتواجد ويرسل رسائل مهمة يعني أول ما بدأت الجائحة أول كلمة كانت وجهت إلى الميدان التربوي تغير الوضع من وجدها الدافعية ماذا يعني؟ يعني ذلك أن هناك اهتمام كبير وتغدير وهناك أيضا استجابة من الميدان التربوي لتوجهات جلالته وهذه صورة توضح مدى التحام القائد مع الشعب وهذا هو أساس التربية والتعليم في كل وقت نعم سعادتكم إذن مظاهر الاهتمام واضحة من القيادة ومن جلالة الملك المعظم وإلى المرحلة وكل الناس المطلعين بالمجال التعليمي سعادة الوزير هل حدثتنا عن مظاهر الاهتمام بالأوضاع الوظيفية للموظفي؟ والله استاذة يعني أول شيء نعرف أن هناك الآن كادر للمعلمين فكل شخص يعرف من أخواني المعلمين في الميدان أن هناك عليه دورات ينجزها وهناك أيضا ترقية فهذا يؤدي للتمهن والإحتراف ويعود بالتالي على مخرجات التعليم وسيبقى التعليم وعصبه لأساس المعلمة أنا أعطيش بس أرقام بسيطة هذا العام يعني إحنا في هذا العام الله يسلمش حوالي ثلاث تلاف يعني أكثر من ثلاث تلاف من منتسب المدرسات في المدارس ساعة الوزارة إلى ترقيتهم يعني ثلاث تلاف رقم مبسهل في خلال عام دراسي واحد يضاف إلى ذلك أن تسعة وثمانين مدير مدرسة تم تثبيتهم حوالي مائتين واثنين وخمسين مدير مساعد معناته أن فيه يعني هذه جهود تبذل لدائما لتعديل الوظيفي وتمهين المعلم يعني أيضا لم تتوقف الوزارة عن استمرار تطوير المعلم يعني عفوا على بعض الأمثلة ولكن يعني نتكلم من خلال هذه الشاشة الكريمة إلى أخواني في الميدان التربوي سيبقى المعلم هو عصب كل عملية تعلمية لو نحضر أحسن كتاب وأحسن هندسة لكتاب سيبقى المعلم هو الأساس في توصيد فلذلك هناك اهتمام به وتقدير له واليوم والله الحمد من خلال متابعتي لردود الفعل سواء من خلال الجولة التي عملتموها أو من خلال أيضا التواصل مع المعلمين وأيضا ما نشهده من الصباح الكل يبارك بهذا اليوم الكريم وإن شاء الله دائما مملكة البحرين في فرح إلى آخر إنجاز أيضا سيستمر وبالتالي الفرح والإنجاز متواصل في مملكة البحرين نعم سعادة الوزير تحدثت عن تطوير المهنية المستمر فهل حدثتنا عن دور كلية البحرين للمعلمين في تنمية وتطوير أدائهم في الواقع أن التعليم في مملكة البحرين من خلال مشروع تطوير التعليم والتدريب هناك حدثت نقلة نوعية ربما تميزت بها مملكة البحرين لا يمكن أن يتطور التعليم إلا بوجود معلم قادر ومؤحد لذلك لما وضعت كلية المعلمين وفتح أيضا سيدي صاحب السمو الملكي ولي العهد هذه نقلة مهمة لأن بدأنا نتبع إجراءات غير مسبوقة في مملكة البحرين يعني لا يمكن الطالب يلتحق بهذه الكلية إذا كان معدل أقل من 80% هناك ميزة تميزت بها هذه الكلية أن الطالب يوقع مع عقد مع وزارة التربية والتعليم للعمل بعد التخرج وهناك مكافأة تزداد 50-60-70-80 الهدف من ذلك أن هؤلاء الأخوة الكرام يعملون في الميدان من أول سنة دراسية فبالتالي خلال أربع سنوات لما يرجع إلى الميدان التربوي عنده خبرة راقمية لا تقل عن أربع سنوات ولم يقتصوا الدورة الكلية على هذا الجانب وإنما هناك العديد من الورش التي تعملها وهناك أيضا على مسار الدبلوم العالي كثير من الذين التحقوا به وتخرجوا وبالتالي لا يقتصد هذا الجانب على المعلمين الجدد وإنما حتى الميدان التربوي من المدارا ومدارا ومساعدين القيادات التربوية يخضعون إلى هذا النوع من التدريب لأننا نعتقد أن التعليم مستمر وبالتالي هناك حاجة للتطوير ومتابعة كل ما هو جديد على هذا الصعيد إذن نجدد مباركتنا لكم بهذا اليوم ونبارك المعلمين في مملكة البحرين وجميع أنحاء العالم إذن سعدت الدكتور ماجد بن علي النعمي وزير التربية والتعليم شكرا جزيلا لتفضلك معنا في نشرة التالية شكرا جزيلا شكرا جزيلا للمشاهدة